الى العربي الجديد الاحتلال يواصل حصار نابلوس شمالي الضفة الغربية المحتلة منذ اسبوع تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي حصارها مدينة نابلوس شمالي الضفة الغربية منذ نحو اسبوع ضمن سياسة العقاب الجماعي بعد عملية اطلاق النار التي نفذتها مجموعة عرين الاسود وقتل فيها مجموعة جندي اسرائيلي قرب مستوطنة شاف شمرون المقامة على اراضي شمال الغربي نابلوس واكد الصحفي محمد ابو ثابت لصحيفة العربي الجديد ان قوات الاحتلال اغلقت جميع الحواجز المحيطة بمدينة نابلوس واخرى على مداخل بعض القرى والبلدات وضعت سواتر ترابية على مداخل بلدة دير الشرف شمالي غرب نابلوس وشددت اجراءاتها على بعض الحواجز التي لم تغلقها اذ اشترطت لدخول بلدتين بيت فوريك وبيت دجن حمل بطاقات هوية تشيروا الى السكن في تلك البلدتين من جانبه قال الصحفي الذي يرصد احوال الطرق جهاد ياسين لصحيفة العربي ايضا ان قوات الاحتلال ومنذ نحو اسبوع تغلق العديد من الحواجز المقامة على مداخل مدينة نابلوس بالاتجاهين وتفرض اجراءات عسكرية مشددة وتمنع خروج المواطنين في بعض الحواجز كما تمنع خروج المواطنين من نابلوس في حواجز عدة غير مغلقة اشتركوا في القناة